ونبقى في اليوم الأول من الحضر الشامل بسبب كورونا وللحديث عن آخر تطورات كورونا ينضم إلينا من الموصل مراسلنا قاسم زيدي بداية قاسم أهلا بك يعني صفنا الأوضاع في اليوم الأول من الحضر الشامل في مدينة الموصل ومحافظة نينة بشكل عام نعم ديار حقيقة تشهدنا اليوم إجراءات مشددة من قبل مفارز الأمنية ومفارز دائرة صحة نينة وحتى الدفاع المدني انتشار واسع على الطرق الرئيسية وحتى اغلاق جسرين رئيسيين في الموصل هما الجسر الرابع وجسر الخامس واقتصار الحركة لمن لديهم استثناءات على التنقل بين جسر الموصل القديم وجسر الحرية إضافة إلى أن هناك التزام شبه تام تقريبا 90% من المواطنين ملتزمين في منازلهم أضف إلى ذلك أن الغرامة المالية هي أحد أسباب هذا التزام على عكس الأشهر الماضية خلال فترة الجائحة الأولى التي اشتاحت العراق بصورة عامة الشرطة المحلية ومفارز الأمن الوطني وغيرها يعني انتشرت في جانب الأيسر أكثر من الأيمن جانب الأيسر هو الشوارع فيه أكثر انفتاحة فيما بينها على عكس الجانب الأيمن مناطق ضيقة يعني يصعب السيطرة عليه أكثر من الجانب الأيسر نعم ديارة نعم قاسمة زيدي مراسل يو تي في كنت معنا مباشرة من الموصل شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر